السلام عليكم ورحمة الله عزيزي طلبة الصف الاول الشعبة المعمارية تقصص اعمال البناء. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مادة تقليجية اعمال البناء في الدرس اللي احنا هنشتغله النهاردة مهم جدا ومفيد وده اساس يعتبر اساس اساس التقصص بتاعنا عصب التقصص بتاعنا اللي الصلاحات الفادية المستخدمة في اعمال البناء. لما تيجي حضرتك ان شاء الله من تكمل وقبل ما تكمل ان شاء الله. تيجي مسلا عايز ترسم عايز الشغل عايز ان شاء الله ربنا قرمك وجبت مجموع وكملت مسلا كلية هندسة او نزلت سوق العمل وطموحك مسلا ان انت نزلت واشتغلت في مجال تخصصك دوت ان شاء الله لازم عشان محدش من الصناعية يستقل بيك لان هو هتتعرض لشوية الصفسرات كدهوت من بعض الصناعية عشان يشوف ان انت مسلا مهندس شاطر ولا مهندس مسلا على قدك وكدهوت لازما هيسألك كدهوت بعض مسلا ايه الاسئلة في مجال تخصصك يقول لك مسلا القلب دوت اسمه ايه الشكل دوت عبارة عن ايه فلازم حضرتك تبقى ملم بمجموعة للصلاحات الفنية اللي احنا هنشرحها دلوقتي قدامنا ان شاء الله دي الصلاحات ديت عشان ان شاء الله بن نبدأ نرسم الرسم بتاعنا من الرسم الفني او ان شاء الله تنزل مسلا في ورشتك تبقى تبني تبقى انت عارف كل حاجة في الحائط دوت اسمه لان كل حاجة في الحائط قدامي حائط اهو تمام تعال نبص معا بعد كده قدامي حائط الحائط دوت كل طوبة فيه لها اسم تعال نبص دوت على اول مصالح من المصالحات الفنية اللي احنا هناخدها الدرس بتاعنا اسمه ايه الصلاحات الفنية المستعملة في اعمال البناء بالطوب او المستخدمة في اعمال البناء بالطوب اول حاجة كلمة مدماج ايه هو المدماج? المدماج دوت لما جيب مجموعة من الاوالب واروح رصصها في مستوى افقي تمام? والمستوى الافقي ده محصور ما بين القلب ما بين الصف ده طبقة مونة من اعلى وطبقة مونة من اسفل يبقى انا لما جيب مجموعة من الاوالب في مستوى افقي واحد تمام? وتبقى مجموعة الاوالب ديت تبقى محصورة ما بين طبقة مونة من تحت وطبقة مونة من فوق يبقى دوت بسميه ايه مدماج? تعال نشوف الكلام دوت على الشاشة معايا. يبقى المدماج هو صف البناء المحصور بين طبقتين اللحام بين طبقتين اللحام اللي ايه طبقة المونة الافقية وصمك المدماج هو صمك قلب الطوب. صمك المدماج هو صمك ايه قلب الطوب. المستخدم مضافا الى صمك طبقة ايه المونة. تعال نبص كدوات هذه الرسمة بتاعتها اللي حضرتك مسلا هترسمها. لو انا قلت الصف ده مجموعة الصف ده بنسميه مدماج. الصف التاني ده بنسميه المدماج التاني. الصف اللي بعده المدماج التالت وهكذا. يبقى الصف ده عبارة عن مجموعة من الاوالب في مستوى افقي زي ما حضرتك شايف كدو هو اطفقها طبقة مونة. طبقة المونة ديت بيبقى سمكها اديه واحد سنتي. يبقى ارتفاع المدماج يا شباب هيبقى ارتفاعها هيبقى اديه ستة سنتي اللي هو ارتفاعها بالطوب. تمام? وعليه اللي هي طبقة المونة. طبقة المونة ديت يبقى ارتفاع المدماج عندي كم? سبعة سنتي. بص كده على الواقع. لو انا جبت صورة من الطبيعة يبقى الصف ده او الرصة ديت او السطر ده ده بسميه مدماج. بس رقم المدماج مسلا ده المدماج الاول المدماج التاني المدماج التالت. طيب. بعد جدوات ننتقل المصالح تاني اسمه اللحمات. اللحمات يا شباب بتنقسم الى بتنقسم الى نوعين. في عندي لحمات زي ما انا بشوفها في قلب التوق ده في الحيطة. وانا ماشي مسلا ببص على اي وجهة بيلاقي اللحمات ديت بتنشقي له لنصين. لحمات افقية ولحمات رأسية. في حاجات افقية اللحم الافقي اللي هو انا بيبقى على جنبك دوات او بيبقى تحت الطوبة في السطر بتاع ايه في الصف بتاع اوليب الطوب. تمام? وفي لحمات عندي رأسية. اللحمات الافقية دي بسميها المرقد. لحم اسمه لحم ايه يا رجالة? لحم اسمه المرقد. طيب اللحم الرأسي ده بسميه عرموس. بسميه ايه? بسميه العرموس. يبقى انا عندي لما يجي مسلا يسألني ويقول لي ايه هي اللحمات? هقول له تنقسم اللحمات الى نوعات. ايه هما? تعالوا نبصي كده. اللحمات الافقية واللحمات الرأسية. اللحم الافقي ويعرف بلحم المرقد. اما اللحم الرأسي ويعرف بلحم العرموس. طب تعالوا نشوفها كده على الرسمة بتاعتي. رجعت نفس الصورة اللي فاتت. تمام? بصيت كده. واتلاقيت ادي ايه? ادي المدماج اهو. طب المدماج. في لحمة هوت اللي هي طبقة المونة اللي تحت دي. الافقية دي. هسميها لحام افقي. يعرف باسم ايه? المرقد. اما اللحمات الرأسية المحصورة ما بين الاوالب اللي واقفة على حيلها دي كده. دي بسميها العرموس. دي بسميها ايه? العرموس. طب تعالوا بقى نشوفها في الرسمة عندي كده. ادي الرسمات لما تيجي حضرتك ترسمها في الرسم عندك في اللوحة. ادي اللحام الافقي. اللحمات الافقية دي اهيه. يبقى انا لما اجا اقول لك هنرسم لحام افقي. اللحم الافقي دو سمكت دي واحد صنط على الطبيعة واحد صنط على الايه? عن الطبيعة. طب الواحد صنط ده الافقي ده هسميه ايه? هسميه المرقد. لحام افقي بسميه لحم ايه المرقد. طيب بعد اجدوت تعالا هنرسم لحام رأسي. يبقى انت حضرتك عارف ان اللحمات الرأسية اللي انا بشاور عليها ديت بسمها الايه? العرموس. يبقى خد كده مصصلاحين اول حاجة اللحام اللحمات اول حاجة اللحمات اللحمات هي تنقسم اللحمات الى نوعان. ايه هما? اللحام الافقي واللحام الرأسي. يعرف اللحام الافقي بالمرقد. اما اللحام الرأسي فيعرف بالايه? بالعرموس. تعالوا نخش على المصطلح التالت. اسمه الترويسة. اسمه قالب الايه يا رجالة? اسمه قالب الترويسة. قالب الترويسة ده اول قالب اول قالب بيوضع بعرضه في اتجاه في اتجاه رأس الحاط. في اتجاه رأس الايه? في اتجاه رأس الحاط. يبقى قالب الترويسة هو اول قالب او اول قالب ادية يوضع في رأس في رأس المدماج. في رأس ايه? في رأس المدماج. تعال ان بص مع بعدي كده. ادي المدماج بتاعه هو. تمام? لما اجي ادي الحيطة بتاعت اللي انا عايز ابنيها هي. لما اجي في بداية ايه المدماج او في بداية الحيطة اروح راصص قالب اللي هو قلب الترويسة ده اللي احنا هنعرفه عبارة عن ايه? تمام? عبارة عن قالب اديا. عبارة عن قلب ايه? قديا. لما حط out اول المدماج في رأس المدماج هنا? يبقى ايه? الالب دوت بيعرف باسم الالب الايه? الترويس. وعلى طول بحطي بعديها كنيزر. الاسماء اللي حضرتك بتقول لها النادية هنفصصها واني عرفها ايه الاديا وايه? الكنيزر. تعال نبص كده. اول الالب. اول الالب. يوضع بعرضه. شايف ايه? شايف الالب اهو? تعال نبص مع بعض كده. الالب اللي هيترص بعرضه. انا شايف ان ايه? طبعا الالب الاتجاهين? ليه? ادي الاتجاه الطولي وادي الاتجاه الايه? العرضي. لما رس الالب بعرضه. لما رس الالب بعرضه في اول المدماج في اول راس المدماج اهو? يعرف باسم الالب الايه يا رجالة? باسم الالب الترويسة. ولازم ولازم يتحطي بعديه كنيزر. لازم يتحطي بعدي ايه? كنيزر. طيب. في حاجة عندي اسمها الطاية. في حاجة عندي اسمها مسافة الطاية. ايه هي الطاية? تعال نبصي جدونا معايا. الطاية هي اللي هي اللحمات هي هي المسافة المحصورة بين لحمين رأسيين متتاليين. تاني اه هي الطاية هي المسافة المحصورة المسافة المحصورة باللحمين رأسيين فيه مدمكين متتاليين ادي المدمك الاول و ادي المدمك التاني ادي المدمك الاول و ادي المدمك التاني ادي اللحم الرأس هو و ادي اللحم الرأس هو المسافة المحصورة ما بدي اللحمين دول هسميهم مسافة الطي المسافة دي طب مقدرها ادي مقدرها ربع قالب مقدرها دي مقدرها اد اد ربع قالب اللي هي بتساوي ستة سنطر. ربع القلب بيساوي ايه? ستة سنطر. لان عندي القلب بيساوي كام? خمسة وعشرين طول القلب. طول القلب خمسة وعشرين في اتناشر اللي هو العرض في ارتفاع اللي هو ارتفاع القلب ده ستة سنطر. طيب لما جاء سيمه القلب نصفين يبقى عندي القلب ده اتناشر في اتناشر في ارتفاع ستة. طب لما لما اقطع القلب ده اربع ربع ربع اربع تربع يبقى الربع ده بقى ستة والمسافة بتاعت اتناشر والارتفاع بيسوي كام والارتفاع بيسوي ستة. طيب لما نيجي نبص للطاية كده هنعرفها هنقول ايه هي المسافة المحصورة بين كل لحمين رأسيين. المسافة المحصورة بين كل لحمين ايه رأسيين. متتاليين. ويكون مقدارها دي ايه ايه? ربع قالب. ربع يا شباب. ربع قالب. تعال نبص عليها في الرسم كده. ايه دي لحم رأسي. وايه دي لحم رأسي. يبقى المسافة المحصورة ما بين اللحمين دولك اللي انا بشاور عليها اهي. تمام? مقدارها اديه? مقدارها ربع قالب. مقدارها ادي ايه? ربع قالب. طب الربع قالب ده تتخلق ازاي يا استاذ? يتخلق ان انا حطيت هنا. ادية بتساوي نص. نص قالب. الادية دي ما قدرها اديه نص قالب. طيب. وبعدها تنظر بربع. يبقى الربع ده بدل ما حط الالب. تعال نبص معايا على الرسمة كده. ادي الالب الخمسة وعشرين. الخمسة وعشرين دهيت هرحاتت فوقيها. قال الالبين بالعرض. الالب ده والسنكة دي اتناشر. والقالب الناحية التانية كام? ادي اتناشر. يبقى اتناشر واتناشر. ادي اربعة عشرين. وما بينهم صنط الحام. يبقى كده مسافيتها كام? خمسة وعشرين. هتقول لي يا استاذ اللحمات كده هتقع فوق بعضيها. ادي الالب. وهتغطي باتناشر من هنا. وهتغطي باتناشر من هنا. وصنط الحام. يبقى اللحم بتاع المدمك ده هيوقع على الايه? على الحام المدمك اللي تحتيه. يبقى الحيطة ضعيفة مش متماسكة ولا متربطة مع بعضيها. طب بنعمل ايه? هروح اتتلك هنا. ادية. اللي هي النص قالب. اللي درعة دي اتناشر سنتي. وبعدها ربع قالب اللي هو الكنيزر. الربع ده هيسيب لي هنا هيسيب لي مسافة ربع. الربع ده ارحاطة القالب التاني اللي هو الاديا. تركب على تربط ما بين اللي المدمكين التانيين. تعال نبص كده على الرسمة. عندي الرسمة ايه? انا قلتلك هنا. ادي النص وبعدها الربع. النص ده اللي هو قالب الترويسة اللي هو الاديا. وبعدها الكنيزر. ادي تلات اربع. تلات اربع انا خدتهم من مين? خدتهم من سمك الالب كله. اللي هو الخمسة وعشرين. طيب الخمسة وعشرين دي جات لي هنا رحلت لي لما انا حطيت الربع هنا. ببص كده هو قل رحل لي ايه? ادي لحم رأسي. وادي لحم رأسي. ويقولت له يبقى المسافة المحصورة ما بين اللحمين الرأسيين. في مدمكين متتاليين. يعني فوق بعض. تمام? يبقى هي دي تسمها مسافة الايه? مسافة الطاية. لما تيجي لما اجي وقولك شاولي على شاولي على الحطة دي. وطلع لي مسافة الطاية. هتروح مطلق قادي اللحم الرأسي. وقادي اللحم الرأسي. يبقى المسافة المحصورة ما بين اللحمين الرأسيين دولت. هتقول هي دي مسافة ايه الطاية. يبقى الطاية هي البسافة المحصورة بين كل لحمين. رأسيين متتاليين. ويكون مقدرها دائما ربع ايه? ربع ايه. تعال نشوف مصالح تاني. اسمه الشناوي. اسمه ايه? الشناوي. طبعا الشناوي دوت تعال نبص كده او تعالى الورقة بتاعته هي اللي انا همثلها بقالي بالطوب. قالي بالطوب دوت طوله خمسة وعشرين وعرضهamba الاثناشر. تمام? وارتفاعه ستة سينتي. لما عندي طول الحيطة عندي طول الحيطة تمام? طول الحيطة ده هي التلاتة متة. لما اجي ارصي الالب بطوله. لما اجي ارصي الالب بطوله في اتجاه طول الحائط في اتجاه طول الحائط يبقى ده اسمه ايه قالب ايه? قالب شناوي. يبقى طول قالب مع طول حيطة يبقى اسمه على طول كده هو اسمه قالب ايه? قالب شناوي. تعال نبص كده على المصالح بتاعي. الشناوي هو القالب الذي يوضع بطوله في اتجاه طول الايه? الحقد. تعال نشوف الرسمة كده. فين? انا بصص على اللي اتجاه الطويلة اهو ادي الخمسة وعشرين. طب اللي تحتيها ديت ادي اللي اتناشر. طيب ايهم ادي او ايهم شناوي ده? اللي تحت? ولا اللي فوق? لا. القالب لما يكون مرصوص بطوله في اتجاه طول الحيطة ديت. يبقى ده يعرف بالقالب الايه يا رجالة? بالقالب الشناوي. يبقى لما يجي عشان الناس بتطلقبط الشباب بتطلقبط ايهم شناوي وايهما المصالح اللي احنا هنقول عليه بعد جدوات مش عزي نسبة الاحداث. تمام? ايهما الشناوي في الرصتين دول او في المدمكين دول ايجا بص طول قالب مع طول حيطة يعرف بالقالب الايه الشناوي. هو القالب الذي يوضع بطوله في اتجاه طول الايه الحاط. طيب. المصطلح التاني اللي هو الاديا. الاديا احنا اتكلمنا وقولنا لما رس طول طول الآلب مع طول الحيطة مع طول الحيطة يعرف بالايه�� في الشناوي. طب لما رس لما رس الآلب بعرده لما رس الآلب بعرضه مع اتجاه طول الحيطة طول الحيطة مع العرد يعرف باسم الايه باسم الاديا. تاني. يبقى القالب لما يترصب طوله اللي هو الخمسة وعشرين حضرتك لما تبص كده على الوجه بتاعتي او تبص على قلب الطوب قلب الطوب انت شايف مقاسه كام خمسة وعشرين وتخيل معي ارتفاعه كده كام ارتفاعه ستة سنطيب يبقى المقاسين لما تبص على الشكل كده هو بتبط عليب الطوب وتلاقي الخمسة وعشرين في ارتفاع ستة يبقى القلب ده هو تسمو ايه شناوي طيب لماaf القلب كده في الاتجاه ده واروح راسس الالب بعرضه في اتجاه طول الحيطة يبقى طول مع عرض يبقى اسمه ايه اسمه ادية الادية دية المقاس اللي انت هتبص عليه من هنا كده هتشوفه هتلاقي مقاسه كام هتلاقي مقاسه اتناشر في الارتفاع بتاعي كام في الارتفاع بتاعي ستة يبقى الالب الالب الادية هو القالب الذي يوضع بعرضه في اتجاه طول الايه الحاط طب تعال نشوف كده الرسمة بتاعتي رسم دي انا حبيت اجمع لك القالب الشناوي والقالب الاديا لما رصي القالب بطوله في اتجاه طول الحيطة زي ما انا شايف طول القالب كام 25 وارتفاعه كام 6 يبقى القالب ده على طول وانت مغمض يبقى اسمه ايه شناوي طيب يبقى المدمج ده اتقول لي مدمج اه قلتلك المدمج هو عبارة عن صف من الطوب في مستوى افقي محصور ما بين طبقتين من المونة طبقة تحت وطبقة ايه فوق اللي هي اسمها اللحم ايه المرقد ارتفاع المدمج ده هيبقى كام 7 سنطي 6 سنطي ارتفاع القالب وصنطي تحت ايه هنا هتلاقى اللي هي طبقة المونة ايبقى ارتفاع المدمج كام 7 سنطي طيب لما رصي القالب بعرضه في اتجاه طول الحيطة قادي طول الحيطة مثلا متره لما رصي القالب بعرضه بالشكل ده كده العرض اللون المأسل اللي انت شايفهم كام اتناشر في ارتفاع ستة يبقى ده القلب دوت اسمه ايه اسمه الاديا اسمه ايه ويعرف في المدمج ده اسمه مدمج الاديات مدمج ايه الاديات اللي هيترص فيه الاوالب كلها بعرض الحقط بعرض الايه الحقط ادي اول ادية هرصها في رأس المدمج في اول المدمج او في بداية المدمج هسميها قلب الايه قلب الترويسة ليه عرفت ان دي قلب الترويسة لانها ادية وهيتحط بعدها ايه كنيزر قلت له بص بص المسافة ديت ادي النص وادي الربع اللي هي ايمة الكنيزر ادي ايمة الكنيزر اللي هي الربع سبت هنا ربع كمان سبت ربع في المدمج اللي تحته سبت ربع الربع ده هرح حاطط عليه المدمج اللي هو الاديا عشان يربط الايه القلبين ببعض يربط يمين وشمال. تمام? عشان كده انا قلت لك دي اسمها مسافة الايه? مسافة الطاية. اللحاء من رأس المحصور بين مدمكين متتاليين. يبقى المسافة دي الصغنانة دي. تمام? اللقمتها دي ربع قالب. اسمها مسافة الايه? الطاية. تعال ننتقل لمصالح تاني. اسمه الكنيزر. طبعا انت كده حضرتك عرفت ايه هو الكنيزر? هو عبارة عن ربع قالب. يوضع بعد اول ادية. بعد اول ايه? ادية. تمام? ليه? ليه? ليه ايجاد مسافة الطاية. اهي دي الرسمة بتاعت ايه? ادي القلب بتاعه كام? مقاسه خمسة وعشرين. فعرض اتناشر في ارتفاع ايه? ستة. قسمت القلب ده اربعة اربع كده. قد طلعت منه الربع ده. الربع دوت هيبقى مقاسه اتناشر. فعرض ستة في ارتفاع كام? في ارتفاع ستة. طيب ده اسمه ايه? كنيزر. عبارة عن ربع قالب بيضع بعد ايه? بعد ايه يا شباب? اهو انا سامع اهو حد بيقول بيرد علي وبيقول لي بعد اول ادية اللي احنا بنسميها ايه? ايه? الترويسة. عشان يخلق لي مسافة الايه? الطاية. تعال ادي الرسمة اللي حضرتك هترسمها على اللوحة. هتلاقي بعد اول ادية هتحط بعدها ايه? كنيزر. تمام? وبعديها ترس الاديات بعدها عادي. ده مصطلح اللي ايه? الكنيزر. في عندي مصطلح جديد اسمه حطة المباني. ايه حطة المباني ديت? حطة المباني دي يا شباب تعال مع بعض كده هو تنشرحها الاول. تمام? حطة المباني ديت انا انا لما باجي ابني ما بابنيش من فوق لتحت. لا ده انا بابني من تحت. طب من تحت فين? من اول الاساسات يعني انا بشتغل على حفر قصادي. الحفر دوت محطوط في تحتي ايه? خرصانة خرصانة عادية وخرصانة مسلحة. عندي اواعد. اواعد عادية. عندي اواعد مسلحة. والاواعد ديت ممكن تكون مربوطة بمية او الاعمدان بتبقى مربوطة بالايه? بالمية. فوق المية ديت هبدأ ابني التوب بتاعي. طيب الراجل البنة هيبني الحف ويروح شادد شادد الحيطة كلها اللي ارتفاع على اتنين متر من ايه? من حطة واحدة او من وقفة واحدة? لا ده هو هيبدأ ياخد ايه? يعني حطة حطة او وضع وضع حسب بايه? حسب الجسم اللي يريح. بمعنى ايه? انا دلوقتي هنزل في قلب الحفر دوت وابدأ من ايه? من فوق المية ده. واخد المونة بتاعتي بالعدة بتاعتي واروح نزل في ايه? في الحفر ده. طيب الحفر دوت هشد دلغاية مسلا ما وصل ايه? لارتفاع الشباب ايه? اخد معايا ارتفاع الشباب مش اطول. الحاجة هتوقع والحاجة ايه هتتبهدل تمام? وانا اصلا هتعم. مش هنجز الشغل بتاعتي. طب نعمل ايه يا شباب? تعالوا نقول ايه? الافضل ان انا اخد الحاجة او اشتغل الحاجة اللي هتريحني تمام? وتنجز معايا. على قد ما هتول وعلى قد ما الحاجة تريحني في الشغل تمام? اخلصها واتنقل ايه? لخطوة جديدة. بمعنى ايه? يعني اخد الجزء بتاع الحفر دوت ابنيه وخلصه وبعد جوة ارجي اوقف انا شغلي. يجي الراجل العامل يردم لي الحتة دي بعد ما تتعزل طبعا بلايه? بطبقة العزل اللي هي الرطوبة وتمام التمام? ويروح ردم لي ويروح مسويلي حتة الارض. ايجي بعد جدوت ببربلين احروحات البراميل بتاعت او قبل البراميل اروح طالع من وش الارض بقى لغاية بداية الايه? بداية بداية الشباك. يبقى دي اسمها ارتفاع الجلسة بتاع الشباك. المسافة اللي هي من وش الارض لغاية اول الشباك هسميها ايه? هسميها ارتفاع جلسة. طب يبقى انا كده هو اتخدت الحفر بالخدت البناء بتاعك كم مرحلة مرحلتين لغاية دلوقتي ايه هما? المرحلة اللي هي بتاعت الحفر بسميها حطة. بتنقل اردم وسوي الارض. وزبطه تمام تمام? واخد الحتة اللي هيه? اللي تناسبني? تمام? او الوقفة اللي تناسبني لغاية الارتفاع اللي يناسبني انا. تمام? ويريحني. تمام? ايه ايه الحطة? اروح اخد لغاية ارتفاع الشباك بعد ما خلص ارتفاع الشباك اروح جايب ايه? برملين برملين او راح شادت مسلا سقالة صغيرة كده. تمام? اروح جايب اللوح اللي ايه البنط ده او اللوح الموسكي وارح واقف عليه وارح حاطت عليه الايه العدة بتاعتي والاروانة بتاعتي والاسعة بتاعتي تمام? وبعد كده هو اروح واخد اللي بتاع في يمين وشمال الشباك يبقى ده ارتفاع لايه الشباك بعد ما خلص الحطة التالتة اروح طالع بعد جهات اروح مخلص بعد الشباك اللي هو الارتفاع من بعد الشباك لغاية بطنية القامرة او لغاية القامرة او لغاية بلط السقف. يبقى انا خدتها في دوقتي اسمها حطات. مراحل. تعالوا نبص على المصطلح بتاعي كده مع بعض. حطة المباني هو الوصول بالمباني الى منصوب معين مثل حطة الردم. يبقى اول حطة اسمع حطة الايه? حطة الردم. وهي ارتفاع المباني حتى نهاية الردم. لغاية ما خلص طبقة الردم بتاعتي. تمام? يبقى دي اسمها حطة الايه? الردم. وكذلك حطة الجلسة الشبابيه. يبقى دي كده الحطة الايه التاني. وعتب الشبابيه. وحطة السقف. لغاية ما اوصل للسقف. وهي ارتفاع المباني حتى بطنية الايه? القمرة. تعال نشوف بالصلاح تاني اسمه تشحيط المباني. تشحيط ايه? تشحيط المباني. تشحيط المباني ده بعد ما بخلص الحطة بتاعتي بلاقي ممكن تلاقيها مسلا ايه? وقفت معايا ما بين القمرة ما بين القمرة. والطوق واخر مدماج. انا رصته في حتة كده منورة في ايه? في الحيطة. تمام? طب الحتة دي انا هسيبها كده وقت يا استاذ. لا مش هسيبها. هتروح مليها. هتروح مليها اوهد بالبلد كده هتروح ما حبشها بالمونة. تملى الفراغ اللي ما بين القمرة. تملى الفراغ اللي ما بين القمرة وما بين ايه? وما بين اخر. يعني انا عندي ايه? اخر حاجة للقمرة ايه? تمام? وادي اخر حاجة للمدماج. المسافة اللي ما بينهم دي منورة. هسيبها كده? لا هروح ماليها ايه? هروح ماليها مونة. المونة ديت اللي انت ماليتها ديت اسمها تشحيط المباني. بتملى المسافة اللي هي اللي موجودة? ما بين القمرة وما بين ايه? وما بين? وما بين اخر مدماج. تعال نشوف المصالح كده لما يجي يقول لك ايه هو تشحيط المباني? تعال نبص مع بعض كده. عبارة عن او هو عبارة عن الانتهاء بالمباني الى اقصى ارتفاع مطلوب حسب الرسومات. حسب ايه? الرسومات. طيب. تشميل المباني. تشميع المباني ديت يا شباب. ان انا سيب بعد ما بخلص البناء بتاعي. تمام? بسيب المباني ديت لمدة تمانية واربعين ساعة. يعني لمدة يومين. لمدة يومين ديت. عشان المباني تشد بتاعتي وتستحمل الايه? الاحمال والضغوط اللي هتقع عليها. تمام? لما بتيجي في بعد ما بتخلص المباني بتروح جازز كده هوت او بتروح دايز بدفرك ده هوت. بتلاقي الضفر علم في طبقة المونة. لسه ايه? لسه المونة بتاعت ايه ما عظمتش ما ما شدتش ما شكتش كويس. فما ينفعش ان انا ايه استعجل واشتغل واخد الطبقة الجديدة اللي عليها ان كنت مسلا هترتش ان كنت مسلا هبيض ان كنت هكس الحوائل ديت ولا لا? تمام? فاحنا بنروح عاملين ايه يا شباب? بنسيب المباني بتاعت ديت لمدة تمانية واربعين ساعة اللي هو زمن الشك بتاعي تكون ايه? تكون عظمت ونشفت وبعد جوة ابدأ اشتغل ايه? الخطوة اللي بعديها. تعال نقول تعال نقول مع بعض تشميع المباني هو ترك. ترك المباني لمدة تمانية واربعين ساعة. اترك المباني لمدة تمانية واربعين ساعة. فاقصر لتجف حتى يمكن البناء فوقها او البيض علي. او البيض ايه? عليها. طيب في حاجة عندي اسمها مصالح اسمه اللقطة. مصالح عندي اسمه ايه? اللقطة. تعال نبص مع بعض كده. تمام? اللقطة ديت يا شباب بروح جايب حتة مقاس. تمام? المقاس ده بدل ما اجي. وانا بابني. تمام? عايز مسلا اتنين متر كل شوية. افرد الشريد اللي هو المتر بتاعي. تمام? واخد اللقطة بتاعتي. لا بروح عامل ايه باش مهاندس بروح جايب حتة خشبة صغرنانة كده. او حتة عصايا مصبوطة زي بس اندراع الادة. واروح معلم عليها مسافة. اروح معلم عليها ايه? مسافة. المسافة ديت منصوبها من اول الورقة. لغاية العلامة بتاعت دي منصوبها اتنين متر. منصوبها ادي ايه? منصوبها اتنين متر. يبقى انا هروح موقفها على بداية الشغل بتاعي. تمام? بكل دوت عشان ايه? مش كل شوية افرد ايه? المتر بتاعي. تمام? بعمل لقطة بروح جايب حتة ايه خشبة صغرنانة كده. تمام? او الادة وبروح معلم عليها بالقلم اللي ايه? بالقلم اللي هو اليوكن دوت او مثلا بايه? باي تبشيرة. اروح معلم عليها وبقولي ان الارتفاع ده انا عايز اطلع من هنا اتنين متر. طيب اجي من اخر ايه? اخر المدماج او من نص المدماج. هفرد المتر? لا. باللقطة ديت اللي اتنين متر اللي هنا هي اللي اتنين متر اللي هنا. يبقى انا عملت حاجة اسمها ايه? حاجة اسمها لقطة. طيب. يبقى اللقطة ديت يا استاذ. عبارة عن ايه? هي المسافة. تعالوا مع بعد كده? اللقطة هي المسافة او البعد المحدد الذي يراد تكراره في مكان اخر. في مكان ايه? اخر. طيب. نيجي ننتقل بعد جهوات لمصطلح جديد اسمه تقسيط المسافات. تقسيط ايه? تقسيط المسافات. عندي صور مدرسة. تعالوا مع بعض الاول نشرحها كده عشان ايه? توصل لك المعلومة عندي صور مدرسة صور المدرسة ده خمسين متر طوله خمسين متر. طيب ابديه كله حتة واحدة. لا مش ابنيه لو انا بنيته حتة واحدة هيبقى ضعيف وسهل ان هو يتهز ويقع معي بالسهولة. طب انا عايزة اوي يبقى انا لازم ايه? لازم ادي له عصب في كل مسافة كده او تولي يكن مسلا ايه? كل اتنين متر. يبقى انا بقسم الباكية بتاعتي او بقسم طول الصور ده لباكيات. الباكيات ديت هقول مسلا ان هي كل اتنين متر. يبقى انا هقسم المسافة بتاعتي خمسين متر اللي هو طوله الصور على الاتنين متر ديت يا شباب. تمام? يديني خمسة وعشرين باكية. يبقى انا قسمتها بالتساوي. قسمتها بالايه? بالتساوي. تعال نشوف مع بعض كده. تقصية المسافات هو توزيع مسافة معينة على عدة وحدات. بس لعمل مجموعة من الاكتاف لصور على مسافات ايه? متساوي. تعال نبص على الصورة اللي انا ايه? حاطتها لك ديت. ايه دي صور من المدرسة اهو. الصور ده زي ما قلت لك طوله مسلا خمسين. عايز عصبه ويبقى قوي. تمام? ويبقى ماسك نفسه ومتعصب جامد. يبقى شديد. يبقى ايه? مسهل ان هو يقع او ينهار. طب نعمل يا باشماندس. هاجة اروح مقسمه هنا. لو لو البكية دي صمكها مسلا خمسة وعشرين يبقى انا هاجة هنا اروح عامل زي ايه? زي عمدان او ممكن الليه? البكيات دي بتتقسم. ممكن تتعمل من عمدان طوب او من العمدان الخرصانة. وبرح صبيبها من فوق. بروح صبيبها من فوق. باي? زي القمر كده هو. اللي هو الايه? القمر اللي انا شايفه من فوق ده. تمام? يبقى انا قسمت المسافة بتاعتي لمجموعة ايه? بكيات. يبقى تقسيط المسافات لما يجي حد يقول لك تقسيط المسافات هو توزيع مسافة معينة مسافة معينة وليكن مسلا ايه? اتنين متر. وزعت المسافة المعينة دي اللي هي الاتنين متر على عدة وحدات. ادي وحدة اللي هي البكية دي زي البكية دي زي البكية اللي بعديها. يبقى انا قسمتها لمجموعة او عدة ايه? وحدات. بس لعمل مجموعة من الاكتاف لصور على مسافة ايه? متساوي. طيب بحر الغرفة في عنده مصالح اسمه بحر الغرفة. بحر الغرفة دوت يا شباب المسافة المحصورة بين حائطين متوازيين. يعني انا لما يجي في الاتجاه ده اللي انا قاعد فيه مثلا او في اتجاه الفصل بتاعي يبقى الحيطة اللي هو العرض مع العرض المسافة المحصورة ما بين الحيطة دي والحيطة اللي وراي ديت يبقى اه دي اسمها ايه بحر الغرفة اللي هو مسلا الاتجاه الطولي لبحر ايه الغرفة بالعرض ايس العرض ده من الحيطة دي الحيطة اليمين للحيطة الشمال يبقى المسافة المحصورة ما بين الحائطين في الجنبين دول هي المسافة دي اسمها ايه اسمها بحر الغرفة تعال نشوفها على الرسمة كده تمام قلت له مسافة المحصورة بين الحائط اللي هو العرض ده والعرض اللي قصده ده يبقى ده اسمه بحر ايه بحر الغرفة بحر الغرفة ده لو انت ركزت كده في البعد بتاعه الداخلي تمام هتلاقي اربعة متر خمسة وسبعين طيب بالنسبة ليه اللي اتجاه العرض ده بالنسبة ليه اللي اتجاه ايه العرض يبقى المسافة ما بين قدل ايه قدل ايه قدل اتجاه في الانتجاه التولي وقصد الحيطة التانية في الانتجاه التولي المسافة ما بينهم اديه تلاتة وربع يبقى بحر الغرفة عامل كم في كام اربعة متر خمسة وسبعين في اتنين خمسة وسبعين او تلاتة خمسة وسبعين يبقى المسافة بين حائطين متوازين اي حائطين متوازين قصد بعض يبقى دي انا بسميها بقى ايه بسميها بحر الغرفة دي مصطلحات بسيطة ومهمة جدا تمام ولازم تبقى انت مركز عليها وتبقى حضرتك ايه عارفة تعالى بقى باش ماندس ننتقل لمصطلح اجمل واشد ولازم ان يبقى لازم ان حضرتك تبقى عارفه تمام اللي هي الاعتاب ايه هي الاعتاب ديت يا شباب الاعتاب ديت تعالها مع بعدي كده لما هاجي احنا اتفقنا مع بعدي ان انا هبني الجزء التاح اللي هو جزء الرد وبقفل واردم تمام تمام واروح واخدي الجزء اللي تحت الشباق واطلع بالكتفين كتفي مين وكتفي شمال طب انا عايز اقفل من فوق هقعد ارص اوالب فوق الشباق طب الاوالب ديت هطوع على دماغ الرجل اللي هو الصناقي اللي هو شغاق طب انا ازاي طيب ارص الاوالب ديت من فوق باجي من فوق يمين الشباق وشمال الشباق اللي هو الكتف اليمين والكتف الشمال باروح مركب ايه عتب زمان كنا بنستسل واروح جايب حتة خشبة كده واروح حطتها على الشباق طب حتة الخشبة دي طولها هو طول الشباق لا يا استاذ ده طولها اكبر من طول الشباق بس لازمن يركب لازمن يخش على الحيط اللي هو الكتف اللي هو موجود يمين ولازمن يخش على الكتف يركب على الكتف اللي موجود ناحية الايه الشمال. بسمها مسافة ركوب الايه? مسافة ركوب العتب. زمان كانت الاعتب دية بتتعمل من الخشب. ممكن اروح مسازن من الراجل اللي هو النجار المسلح واخد حتة عرق او واخد حتة خشب موسكي ورحطتها على الشباك. طب الشباك عندي طوله متر. يبقى انا هاخد اللي ايه? حتة الخشبة دية طولها كام? حتة الخشبة دي او قطعة الخشبة دية يا شباب? هاي ايه? هاخدها بطول متر ونص. يبقى طول الشباك اللي هو المتر وخمسة وعشرين تركب ناحية اليمين وخمسة وعشرين تركب ناحية الايه? الشمال. يبقى طول الخشبة يبقى كام? متر ونص. طيب. بعد قطعة اتطورنا وقلنا ايه? ممكن نجيبها من حتة الحديد. تروح واكت حتة حديد كده هو. زي القامرة الحديد ورحطتها على في نهاية الشباك في ارتفاع الشباك. تمام? تروح حطت وتروح باني عليها. وممكن في الكلام دوت هتيجي تروح ايه ليه? طب الكلام دوت انا ما بشوفهوش في في الشكل او في البناء اللي هو بتاع الاحجار في مثلا في المساجد. انا بشوف مثلا معمولة من الاحجار. اه. بتعمل بترس الاحجار بترس الاحجار بتاعتك اللي هو العتب ده. بتروح ماذا? مزبطها مع بعض وتروح رصصها مع بعض. تمام? بيتخلق لك العتب ده. والعتب دوت ليه رصة معينة? ما تقعش. ما تخلي ما تخليش العتب بتاعك او الشكل ده. تمام? لان انت بعد جدوت بعد ما تركب العتب اللي هو بنسميه جنزير. تمام? الجنزير ده ممكن تروح رسم عليه اي وحدة زغرفية اسلامية او اي شكل اسلامي او اي شكل من الاشكال او ممكن تكتب عليه اية قرآنية. يبقى العتب ده برضو انت عشان ما تقولش ايه انا في الشبابيك بتاعت المساجد انا بلاقي مسلا ايه ان الشبابيك دي من غير اعتاب لا العتب دوت بيبقى جاي بشكل الدوران او بشكل الشكل الشباك بتاع لو الشباك بتاع عدل هتلاقي ليه? هتلاقي الحجر ده مرصوص عدل بس جاي بشطفة معينة. الشطفة ديت يا شباب ما تخليش الحجر بتاعي يقع. طيب. يبقى ممكن العتب ده يتعمل من الحجر. ممكن يتعمل من الخشب. ممكن يتعمل من الحديد حاليا بيتعمل من ايه الخرصانة من مسلح. بروح جايب حتة خرصانة ايه بروح جايب لحين لطزانة لحين من الخشب بتاع نجار المسلح وروح حاطتهم تمام? وروح وروح رامي في المسجدوها الطبقة ايه? طبقة خرصانة. رمل و ايه? رمل وزلط. وروح حاطت في الايه? على الطبقة اللي انا حطتها ديت سخين من الحديد. وروح صابي بتاني وروح سايب الايه? العتب ده لمدة مسلا تمانية ايه? تمانية واربين ساعة لمدة يومين لمدة التلاتة الاعتب دي بصبها قبل قبل الشغل بتاعي فترة عشان تعظم وتبقى نشفة وتبقى قوية وتتحمل الضغوط اللي ايه? اللي هتتبنى عليها بعد كده. طيب. الاعتب ديت زي ما قلت لك. العتب اللي انت هصبها هتعرف الشبابيك اللي عندك طولها اديه او الابواب اللي عندك طولها اديه واتزود عليها مسافة الايه? الركوب. تعال نشوف كده. الاعتاب. تنفز الاعتاب اعلى فتحات الابواب والشبابيك. في كل من المباني بالاحجار او بالطوب وقد تكون من العروق الخشب. او من الاحجار او من الحديد او من الخرصانة المسلح. ويكون الركوب على الاكتاف كافيا لتوزيع الحمل على المباني. يعني ايه? تعال نبص الرسمة دي كده. ادي كتف اللي انا قلت لك عليه. كتف باب. كتف شباك. هتعمل الكتف اليمين. وتعمل الكتف الشمال. وتروح واتي قطعة دي الشكل الخشب اهو. زي ما احنا شايفين مع بعض كده. قطعة الخشب ايه? ولازم تركب يمين على الكتف ده. تركب يمين ولازم تركب ايه? شمال. طب طول الفتحة دي ات مسلا ايه? متر ونص. يبقى انت هتجيب قطعة الخشب اللي انت هتاخدها وتضحك على النجار وتروح واخدها منه. تمام? القطعة الخشب دية طولها اديه? طولها مقاس الفتحة او طول الفتحة اللي هو المتر ونص وعليها زيادة خمسة وعشرين سنتيبين وخمسة وعشرين سنتي ايه? شمال. يبقى طول العتب هيبقى كام? اتنين متر. تمام? ده العتب من الليه? من الخشب. طيب تعال نبصي كده. نفس الشكل بتاع بس اه? عتب من من الحديد. عتب من الحديد ادي القطعة من الحديد ومسافة الركوب زي ما احنا قلنا. او عتب من الخرصانة. عتب من اين الخرصانة? وليه مسافة ركوب يمين? وليه مسافة ركوب ايه? الشمال. طيب خلي بالك عشان المصالح ده هناخده بعد جده اهو ان شاء الله بطنية العتب. بطنية العتب اللي هي المسافة المسافة اللي هي المسافة اللي موجودة من تحت العتب اهي? اللي انا بشاور عليها ديت اسباح بطنية اللي ايه? العتب. تعال نشوفها على لو انا جبت لك صورة من الطبيع اه دي الشكل بتاعه. حتة الخشب اللي حضرتك ايه? اصرفت وجبتها لها. اهي? تمام? ادي الشباك. وادي قطعة الخشب او قطعة الحديد او قطعة الخرصانة وراك بايمين وراك باياه الشمال. هي هي دي اسمها الاعتاب. اسمها ايه يا رجالة? الاعتاب. طيب الجزء اللي انا هشاور عليه بالسهم ده اسمه بطنية العتب. بطنية ايه? العتب. طب لما يجي يسألني بعد كده. بطنية العتب. هتروح رادد عليه انت بقى من نفسك كده? هو الجزء الصفلي للعتب. مثلها مثل بطنية السقف او القمرة. لما اجي اقول لها لما اجي لما نجي نشاور مع بعض كده اقول لك بطنية القمرة. هادي القمرة اهيه? ارتفاعها كم? ارتفاعها تلاتين. الجزء اللي تحت ده بسميه بطنية الايه? بسميه بسميه بطنية القمرة. طب لو انا مش عامل قمرات او جيت في جزء صغير كده ومش صبب فيه قمرات. ولاقيت بلط السقف يبقى الجزء الصفلي اللي هو موجود من تحت ده اللي انت شايفه لما تخش مسلا اي قوضة او اي غرفة موجودة او الصالة او الصالون او اي عندك تمام? هتبص على الجزء من جوه اللي هو الداخل ده هتسميه بطنية السقف. لو لو انت بصت كده على القمرة بتاعتك يبقى الجزء اللي انت شايفه ده من من جوه تمام? اسمه بطنية الايه? بطنية القمرة. طيب. عندي حاجة مصالح اسمه الشنايش. كلنا عارفين ايه هي الشنايش. النجار وهو البنة تأسف البنة وهو شغال يا شباب البنة وهو شغال تمام? عمل الحيطة بتاعك هو بالارتفاع اللي انا عايزه. الارتفاع دوتا يا شباب بيجي في الاخر عشان انا ايه? عشان انا ما اجي ما خليش الراجل بتاع الخرصانة يقصر ولما بيقصر يضعف للحيطة. بروح اعمله نص طوبة هنا فراغ في الحيطة قبل الاخر بشوية كده بروح اعمله هنا مسافة نص طوبة. تمام? النص طوبة دي دي نص طوبة فاضية. عشان ايه? عشان نفد منها الامطة. الامطة دي هتروح مسكال الايم اللي هيتحط من هنا او الايم اللي هيتحط هنا. وسيب مسافة متر مسلا من تمانين لمتر وروح اعمل الشنايشة التانية. لان انت عندك العروق الخشب دي او الاوائم الخشب دي هتتحط بتتحط او بتترس من على مسافة محورية من تمانين اللي مت. يبقى من المحور ده او من نص الشنيشة دي او من نص الفتحة دي لنص الفتحة التانية. تمام? هروح اعمل شنيشة تانية. اللي هي فتحة مقدرها نص ايه? نص طوبة. تمام? بتبقى فراغة عشان انفد منها الامطة وتروح مسكال الايم اللي هيجي من الوش هنا والايم اللي هيجي من الظهر هنا اروح ما امتهم ايه? اروح ما امتهم واروح ما ايه? واروح مسكهم ببعض. يبقى الشنيشة تعال مع بعض كده نشوف المصطلح بتاع لما حد يسألك ايه هي الشنايش? هي فتحة تعمل بالحائط لتركيب عرق. لتركيب ايه? عرق. لزوم السقالة او اي غرض اخر مثل التوصلات الصحية والقهربية ووصلات التكييف. عايز اعمل ايه? وصل التكييف. بدل اما الراجل يقصر. لا انا بسهل عليه. بيجي واحنا شغالين بيروح عامل ايه? يروح عين لمسلا ايه? افتح لفتحة هنا عشان ما ايه? تبقى انت عامل حسابك. ما نعش نجيب الاجنة والشاكوش. ونقصر. لا هو وانت شغال هتروح عامل عامل حسابك في المكان ده. هتروح سايب هتروح فتح لي ايه? هتروح فتح لي مسلا شنيشة او فتحة صغيرة كده. مسافتها نص قالب. النص قالب دوت يا شباب. عشان انفد منه مواسير الايه? ومواسير التكييف. تعالى ننتقل لمصالح تاني اسمه جلسة الشباك. جلسة الشباك. وده الكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده لما لما اتكلمنا على حطات. لما اتكلمنا على حطات. اتكلمنا على حطات البناء تمام? وقسمناها الحطة بتاعت الردم الحطة اللي هي من وش الارض. لغاية بداية الشباك بسميها جلسة الايه? بسميها جلسة الشباك. طيب من جوة الشقة او من جوة الفيلا او من جوة المصنع. من وش البلاط. من وش البلاط. لأول الشباك لبداية الشباك تمام? ديت بسميها ايه يا شباب? بسميها جلسة الايه? جلسة الشباك. كلام صحي وبسيط. طبعا راس ما دية ما تخصوش الرسمة دية ان شاء الله هتخص المصالح اللي بعده بس هي متأسف جات ايه جات كده في التوزيع هنزبطها ان شاء الله يبقى جلسة الشباك هي هي الجزء الصفلي للشباك ويكون ارتفاعها كام متر طب هو سابت سابت ارتفاع الجلسة دوت بيبقى متر لا ممكن يتراوح من تمانين لمتر ممكن يبقى ارتفاع الجلسة من تمانين او تسعين او او ايه او متر ده في الشباك اللي هي العادية زي شباك الصالة الصالون الصفرة الشباك الشباك بتاعت اللي هي ايه ما تجرحش اي حد طب شباك الحمام وشباك المطبخ نفس المستوى بتاعه تمام هل هو هيبقى المستوى بتاعي تمانين او تسعين او متر لا ما ينفعش عشان اللي معد من الشارع ما يبصش كدوة ويروح شايف مين اللي في الشباك ايه مين اللي جوه في المطبخ او مين اللي جوة في في الحمام. فانا بروح طالع بلايه بروح معلي ارتفاع الجلسة ده شوية يا شباب. تمام? يبقى اعلى شوية. اعلى من المتر. ما يقلش عن متر ونص. وممكن يوصل لمتر ايه? متر وتمانين. تمام? وعشان برضو ايه يبقى العملية امان بروح حاطة الشباك مش الشباك بقى اللي هو الجرار اللي هو يتفتح يمين وشمال. لا ده انا بحط الجرار اللي هو المفصل اللي هو بيتسبت من تحت ويتفتح زي زي الشبابيك بتاعت الايه? شبابيك المترو كده. بيبقى متسبت من تحت عشان الايه? عشان لما يجي حد يبص ما يعرفش ان هو يبص عليك وانت جوه في الحمام او في الايه? في المطبق. ما يجرحش اللي موجود جوه. تمام? يبقى دي اسمها جلسة ايه يا شباب? جلسة الشباك. تعال نقرأها مع بعض كده. هي الجزء السفلي للشباك ويكون ارتفاعها واحد متر. من سطح ارضية البلاط يبقى محسوبة منين لفين? من سطح ارضية البلاط لشبابيك الغرف. الشبابيك كلها يبقى محسوب محصورة من ارضية البلاط من اول البلاط لاول الشباك ايه? مع بداية الشباك. طيب الغرف ولا يقل ارتفاع عن متر ونص ما يقلش ارتفاع عن متر ونص لشبابيك دورات المياه او الايه? او المطابق. طيب تعالنا نخش بقى على المصالح اللي انا جايب رسمته ديت هو ايه? ومتعزبة ومتزنبة من بدري اسمها القصص. اسمها ايه? القصص. وهي جمع قصة. قصة ديت لما باجي اعمل الاساسات بتاعتي ابن الطوب يا شباب. بروح جاي زي ما انت شايف سمك الحطة من فوق خمسة وعشرين. طيب الحطة دي هتتحطى على قاعدة او ميدة من الخرصانة العادية. من الخرصانة الايه? العادية. بمقاساتها حسب مقاساتها متر في متر في تلاتين متر وعشرين في ايه? فاربعين حسب ما يديني ايه؟ الرسومات بتاعتي. بعد كدوات بعد ما بعمل الميدة ديت اللي هي زي القمرة اللي هي بتتحطي فوق الحطة. تمام? الكاميرا اللي فوق الحطة ديت انا سميتها قمرة. تمام? ربط العمدان ببعدها من فوق. طب لما حطها تحت وروح ايه? وروح ايه? وروح ظبيتها من تحت كده يا شباب. وتلف تحت الليه? الحطان كلها ما بقدرش اسميها قمرة. بسميها. بسميها ميدة. بسميها يا مش ماندسين. بسميها ميدة. الميدة ديت ابدأ ابني عليها. اعمل الاساسات بتاعتي بدل ما اعملها خرصانة مسلحة واكلف نفسي. لا هعملها من الطوب. الطوب دوت هيبقى نفس العرض بتاع سنك الحيطة اللي هو الخمسة عشرين? لا. ده انا عشان اوزع الاحمال عليها لان الاحمال لازم تنزل بانتظام وتتوزع على طبقات التربة عشان ما يحصلش. لما اجي ادوس هنا باصباعي في النقطة دي. يبقى انا اصرتي في النقطة دي. تمام? لا. لازم انا نزل الاحمال ديت وتفرش وتتوزع على طبقات التربة بانتظام. عشان ما يحصلش هبوط للحيطة ديت وتنهار. يبقى انا لازم زي زي فكرة المنظم بتاع الانبوبة. المنظم دوت فكرته لو انا شلت المنظم وحطيت الخرطوم. تمام? كمية الغاز هتندفع مرة واحدة مش هقدر هتحكم في الايه? هتحكم في كمية النار اللي طالع. فانا لما حط المنظم دوت يوزع لي بانتظام. ايه? دخول وخروج الغاز بتاعي. اعايز كمية قليلة. لا اعايز اعلي النار. عايز مش عارف ايه? تمام? لما اجي هنا اوزع برضو الاحمال بتاعتي. هوزع الاحمال على مسافة اكبر. الحملة اللي هيقع على من الحيطة ديت. لازم ان يتوزع على مسافة اكبر شوية. مش مرة واحدة هلاقاها فردت معاها بقت متر. لا. ده انا بوزعها سنة في سنة. هلاقي بص كده وقت مسافة الليه? مسافة البروز بتاعتي بسمها اصة. بسمها الاصة الاولى بسمي الاقل منها الاصة التانية. يبقى الاساسات بتاعتي ديت معمولة من كم اصة? معمولة من اصتين. اصة اولى واصة ايه? اصة تانية. الاصة الاولى. الاصة الاولى دي يا شباب. فيها بروز ربع توبة. والاسة اللي فوقيها برضو ربع ايه توبة طب تعالي نشوف بقى تعرفها كده القصص هو بروز عن المباني قدره من 6 ل 25 سنتي يعني انا ممكن ابرز القصة بتاعتي اللي هي سنك البرز ده 6 سنتي اللي هو ربع ربع توبة وممكن ابرزها بنص طوبة اللي هي اللي 12 او ببرزها بقلب كامل القلب الكامل يبقى 25 ويكون هذا البروز من جهة واحدة او من ايه من الجهتين لو انا عندي الصور ده او الحطة دي اتمنتهية ولزقة في الجار يبقى انا هعمل البروز من جهة واحدة طب لو لو الحطة دي لو الحطة دي لو الحطة دي يا شباب برزة من الجهتين يبقى في قيمة البروز 6 سنتي يمين و 6 سنتي ايه شمال او 12 ويمين و 12 شمال وان شاء الله في الحلقات القادمة ان شاء الله هنكمل بامر الله الباقي المصالحات تمام لان هي مصالحات مهمة وما ينفعش ان احنا يعني ايه يعني نخلصها بسرعة كده هو تمام عايزين نركز في مصالح مصالح لان دي اساسيات الاساسيات ديت ان شاء الله هنشتغل بيها سنة اولى وسنة تانية لان السنة اولى ده ده الاساس اللي انت هتقف عليه ده لو انت ما تأسستش يبقى انت مش هتعرف حاجة هتطلع سنة تانية مش فهم حاجة يجي حد يسألك حتى لو عامل تمام مش عارف ديت ايه تمام هيجي يسألك هتعطي تلاجلك اصاده انت مش عارف دي ايه هيقول لك انت تعلمت ايه او اشتغلت ايه هتقول له مش عارف طب دي المصالح ده عبارة عن اين مش عارف فاحنا لازم ان نركز على المصالحات ديت لان ده بداية الشغل بتاعنا سنة اولى وتيطلع ان شاء الله تانية وتكمل بيه ان شاء الله والى لقاء اخر ان شاء الله في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة